تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 حلقة اليوم بدي اعتبرها شكر لناس فعليا ساهموا بخلق الوسط وخليني سميه اليونيفرس إذا جاز التعبير الكون الإعلام الرياضي اللي احنا عايشينه في السوشيال ميديا حاليا في الأحلام العالمي بعضهم ممكن تعرفوهم لأنهم راحوا بالشهرة بشكل آخر بعضهم ممكن كانوا دائما حابيني يكونوا خلف الكواليس ببعيد عن الواجهة قد ما يقدروا بس في ناس لازم بصراحة الواحد يشكرهم بعد ما يشوفت أنا من الناس اللي بدأت في الإعلام الرياضي الرقمي ب2008 عشان أكون واضح بدأتوا في موقع مكتوب اللي هو كان أكبر موقع عالمي وقتها وكان في شي اسمه Sport4Ever منتدى وكان معاه موقع رياضي سمينا مكتوب الرياضي فشوفت تحول كامل من 2008 لليوم وما زلت ناشط في هذا المجال العملي المهني بعيدا عن اليوتيوب والسوشيال ميديا اللي بعضكم بعرفني فيها فحابب يعني ألخص هالخبرة والتجربة وأحكي شهادة ربما تكون شهادة حق بأسماء الناس نبدأ بتجربة تجربة تجربة الأولى تجربة اليوتيوب الرياضي تجربة اليوتيوب الرياضي بالمنطق بكل شيء بتشير أنه فيه شاب كلنا بنعرفه عمره نصوحي صباح وكورة لو لا ما وصلنا للي الآن موجود في اليوتيوب يعني أعتقد الآن فيما يقارب 40-50 قناة ناشطة يوميا بأفكار يومية بمنتجات خاصة عم تغني الزائر العربي عم تعطيه كمية محتوى أكبر من اللي تعطيه القنوات التلفزيونية أساسا بس بالأساس اللي بدأ فعليا في البداية وكمل بشكل مستمر نصوحي فأقنع الناس اللي بتحضروا بتشوف أنه آه فيه جمهور فيه ناس مهتمة تشوف شخص بحكي عن مباراة فيه ناس مهتمة شخص يحكي عن سوق الانتقالات دخلوا بعدي فيه أمن الناس أشخاص معينين 3-4-5 أقنعوا آخري أنه الموضوع ممكن الفضل بصراحة يعني لازم الواحد يرده لصاحبه عم النصوحي فصباحه أما الشخص الثاني اللي لازم يوجف معهم أنا طبعا هنا في المسألة الثانية تحديدا ربما أخطأ بالاسم فأعذرني إذا كان فيه أحد شخص آخر صاحب حق لكن رح رح للموقع يرلى كرة المصري أنا صراحة هذا الموقع ما بس تعملنا ومركز كثير في الكرة المصرية لكن هذا الموقع كان عنده شيء كثير مهم في الماضي وهو ترسيخ فكرة الصحافة في الإعلام الرقمي كانت لـ 2008-2007 الموضوع ترجمات لقطة من جريدة لتجميع أخبار جرائد الناس أول ناس دخلوا أنا أذكرهم شخصيا وأتمنى ما أكون غلطان أكثر أول ناس دخلوا فكرة المراسل الصحفي والخبر الصحفي والخبر الخاص وأنه صار في عمل صحفي حقيقي على موقع إلكتروني أعتقد يلا كورا وإنما أخبرني الرجل كان اسمه حيتم نبيل يعني آسف جدا إذا أنا غلطان في الاسم وآسف جدا إذا في حد حيطلع يقول شيء ثاني بس أعتقد يلا كورا هو صاحب التجربة لترسيخ الإعلام كصحيفة في موقع إلكتروني مش كصحيفة وراء كفكر صحفي حقيقي موجود كان ينسى بالفضل لـ يلا كورا في المواقع الرياضية العربية جاء التجربة بـ 2009 تقريبا كان فيها شباب أحمد عطا، تامر أبو سيدو، محمود ماهر، أحمد عفيفي مش أحمد عفيفي الشاب اللي بنعرفه الآن أحمد عفيفي آخر الشباب هذولا كانوا أسسوا موقع قول موقع قول العربي فكان أول موقع رياضي عربي فيه مقالات رأي فيه فيتشرز ووجهات نظر فيه تحليل مباريات كانت أول جرأة أن شباب مش لعب يتساق قدم مش جايين من أسماء وصحفه وإعلامه عشرين سنة لا، يعني كان أصلاً ثلاثة ربعهم هندسين أعتقد وبعدين بدأوا يتجرؤوا يعمل هذا الشي فتفاجأوا بالجمهور وردة فعل الجمهور وتفاعلوا معهم فالموقع كان فعلاً غير شيء في الإعلام الرياضي العربية الرقم وغير حتى في الورقي لأن كثير صحب ورقيق تبسط من أفكار هذا الموقع هذا الشيء الثالث ظل عندي شغلتها الشغل الرابعة شبكة ريال مدريد فور أرب نعرفها جميعاً أر أم فور أرب تعرفوه طبعاً أنا أعمل بيعرفوني من سيفي مدريد وهم طبعاً شركاء قديمي فيه صديق اسمه عبد الرحمن وفيه صديق اسمه زيد الفعوري هم اللي بديروا حساب تويتر كان ربعاً مبرادة للبعض أو إنستغرام أو فيسبوك لكن يقدم عمل أقرب للتلفزيون بعض الأحيان أقرب للعمل الإعلامي الكامل تغطية في الميدان تقارير ترجمات وثائقيات شيء كامل شجع أصدقاء آخرين في أماكن أخرى بحسابات مميزة أخرى يدخلوا على الخط بنفس الفلسفة بنفس الجودة لكن ما زالت الشبكة بشكل عام أعلى جودة وفيه منهم شخص لازم أذكر اسمه شكرته قبل فترة على تويتر حمزة حمزة هو اللي ربما دخل مفهوم ترجمة الأشياء اللي بلغات ثانية بالعربي للعالم العربي شيء من لقطة تلفزيون شيء من لقطة محلل حمزة أكثر واحد رسخ هذه الفلسفة شكرا يا حمزة وشكرا عبد الرحمن وشكرا نزيد للكم على هذا التغيير شخص الخامس ربما بتعرفوه قناة يوتيوب ربما بتعرفوه بعمل كتاباته اسمه حسن دراز لكن يؤخر لي حسن شيء آخر ربما البعض ما بيعرفه فاعذرني يا حسن حفظك هون حسن من أكثر الناس اللي يغيروا في طريقة التفكير في منصات الرياضة العربية في السوشيال ميديا ما بتكلم عن أحساب أشخاص باتكلم عن حساب المؤسسات يعني مواقع رياضية من الأسماء اللي تعرفوها كلها حسن الشخص الوحيد اللي كان مصمم أنه لا ما بكفي أعطي معلوم ما بكفي أعطي خبر لازم أعطي قالب لازم أعطي شيء جميل فكان تجربته المميز جدا في الفترة الأخيرة مع سبورت في سيكستي وكان قبلها إله تجارب أخرى ربما تعتبر تجربته الآن هي أقرب ما يمكن الشيء البرفكت اللي ما يعرفوك جميعا اللي هو بليتشار ريبورد اللي موجود في أمريكا وهذا التجربة كانت رائعة جدا عنده هون حسن تجربة تستحق الشكر وفعليا وأي واحد بفهم شوي في الإعلام بيشوف آخرين عم بينسخوا هذه الفكرة مواقع أخرى أخذت من فريق حسن أساسا أخذت هون وهون وهون ووزعوا الناس عشان يحاولوا يعطوا شيء بالمستوى المميز اللي بيعطيه قاعد في سبورت في سيكستي فغير كثير على مستوى المنصات الإعلامية وتعاملها مع السوشال ميديا شجع الآخرين يتعاملوا هذه قائمة أشخاص أنا أعتبر لها فضل كبير في النعمة اللي إحنا عايشينها الآن من تدفق معلومات وتدفق أخبار وتدفق أفكار لمستوى أنه على الأحيان منحكي والله كثير بس شكرا للجميع وشكرا للي ذكرتهم للي ما ذكرتهم آسف لو فيه أي شخص له فضل ونسيت أذكره عراسي آسف جدا هذه حلقة شكر للجميع والسلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة